اشتركوا في القناة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس والاسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية وقال الملك في رسالة لرئيس الفلسطيني محمود عباس بومازد انه سيتم في الفترة القادمة تحيين هياكل وكالة بيت مال القدس الشريفة وذلك في وفق اعطائها نفسا جديدا يمكنها مع مواصلة انجاز خطط وبرامج ملموسة صحية وتعليمية والسكنة وكل ما يرتبط بالميدان الاجتماعي لفائدة الساكنة الفلسطينية بمدينة القدس يشار الى انه في هذه الرسالة جدد الملك التأكيد على تبات الموقف المغربية الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وعلى تشبت بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلية سبيلا واحدا للوصول لحل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع كما اكد الملك محمد رسالس على ان المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية وان عمل المغرب من اجل ترصيخ مغربيتها لن يكون ابدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه المشروعة وانه سيواصل انخراطه البناء من اجل اقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الاوسط اشتركوا في القناة